متاح في سوق الدواء وفي متناول يد المستهلك أسعارها تشيب أنها غير خاضعة للرقابة علاجات انتباع عن طريق المنافذ يفترض أنها مسجلة أصولية ورسمية في وزارة الصحة لكن الواقع يثبت العكس فجودة العلاج في ذمة الله والسعر الحقيقي يعاني المواطن العراقي يعني 50% ووضع تعبان ما يقدر يشترى هذا العلاج فأسعار كل يشغال يعني أبسط العلاجات هي غالية وراء تفاوت أسعار الدواء في سوق العراقية أسباب كثيرة أبرزها عمليات التهريب في المعابر الحدودية لتباع بعدها في سوق السوداء بالإضافة إلى المنافسة بين المداخر والمكاتب العلمية حول طبيعة العلاجات التي عادة لا تخضع للفحص غياب الرقابة فتح الباب لإحتكار بعض الأدوية لرفع سعرها كونها محدودة الاستيراد من قبل وزارة الصحة الأدوية بالعراق بصفة عامة يعني 90% منعتها تدخل للعراق بشكل مشرعي الأدوية اللي موجودة بالصيدليات 10% ووجوز أقل اللي هي مسجلة بوزارة الصحة باقي الأدوية قاعد تدخل عن طريقة تهريب من صيدلية لصيدلية الأسعار تختلف ماكو تسعير ماكو فحص وزارة الصحة أدوية بسو كلها أسباني وأمريكي وإنجليزي هي كلها هندي طبعاً اتفاقات لا أخلاقية بين الأطباء وأصحاب صيدليات لفرض مبالغ إضافية على أسعار الدواء الصيدليات الخارجية هذه الصيدليات هي بالأساس متعاملة مع مجموعة من الأطباء الأطباء يبعثون بمراجعهم حصراً إلى هذه الصيدليات كون هناك اتفاق مسبق ما بين الصيدلية والطبيب لرفع الأسعار وبالتالي الطبيب يأخذ نسبة معينة والصيدلاني هو مستفيد والله يا هاي سالفة الدلات احنا مراحل خلاص معته إذا همون نقابة الدخل أو شي يلغون سالفة الشفرات بالراتشيت اللي يعني الصراع عبالك جاي نشتغل محاققين يعني يطيهم الأدوية يرجعون للدكتوري يقولون لا ما عريته إلا تجيبون من هاي الأدوية زي الأدوية إذا الأصلية هي مولتها بعشرين يروح يأخذ الأصل منه عده لمساعدية ديون يعني تقريباً بربعين ألف مو بيد نحن المستشفيات العراقية تفتقر إلى أبسط أنواع العلاجات الأساسية منها غير متوفرة ما يضطر المواطنين إلى البحث عن طرق بديلة للعلاج شرعية كانت كالسفر خارج العراق أو غير شرعية كالتهريب من بغداد هبة تميمي هنا القاهرة حاصمة الخبر